جرت في أربيل عاصمة إقليم كردستان مراسم توقع اتفاقية بين وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان ووكالة جايكا اليابانية والتي نصت على تنفيذ خطة الماستر بلان المتعلقة بتطوير العاصمة أربيل على المدين المتوسط والبعيد يوسف المندلاوي والتفاصيل في خضم نشاطاتها في إقليم كردستان وقعت وكالة جايكا اليابانية اتفاقية مع وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان تضمنت تنفيذ خطة كبرى أو ما يسمى بالماستر بلان لتطوير العاصمة أربيل على المدى المتوسط والبعيد في مجالات المياه والخدمات الأخرى كانت مراسم عن اتفاق ثنائي بين منظمة جايكا اليابانية وحكومة إقليم كردستان وزارة البلديات والسياحة بخصوص تطوير ماستر بلان لمدينة أربيل إلى مدى متوسطة وبعيد المسؤولة في منظمة جايكا اليابانية أوزاكي آياكو تحدثت عن العاصمة أربيل وعدتها واحدة من أجمل محافظات كردستان والعراق مواضحة وجود خطة استراتيجية لتطويرها من كافة الجوانب أربيل واحدة من المدن الجميلة في كردستان والعراق ككل ونحن نطمح أن تكون أجمل وذات مزايا أوسع لذا نعمل مع حكومة كردستان على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير المدينة وتوفير مستلزمات بيئية تحتية متطورة فيها وجايكا اختصار لوكالة اليابان للتعاون الدولي وهي منظمة حكومية مستقلة تختص بتقديم المساعدات لدول نامية اقتصاديا ولديها مشاريع في دول كثيرة ومنها اقليم كردستان يوسف المدلاوي زاكروز الفضائية أربيل